لقد جئت مسرعة إلى مدينة عباس كان المكان مليئا بالدخان والجثث والأشلاء وسائل الإعلام تتحدث عن مقتل أربعين أو خمس وأربعين لكن عدد الجثث لا حصر له ما الذي تنتظره الحكومة؟ يجب على الجيش أو أي جهة أخرى مسؤولة اتخاذ إجراءات هذه العمليات التي تنتشر في كل أرجاء باكستان وكويتا لن تنتهي ما لم تبدأ حملة على أعلى المستويات لوقفها لا نعرف إلى ما سيؤول إليه البلد الحكومة تلتزم الصمت وتراقب الأمر كمشاهد يمكنك أن ترى ما يحدث للمسلمين الشخص منا يغادر منزله ولا يعلم إن كان سيرجع إليه أم لا